البناء على ما تحقق والتأسيس لما هو قادم والتركيز على جهود البيت الخليجي الداخلي سعيا للتكامل والاتحاد هذا هو شعار الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في العاصمة السعودية الرياضة والله القمة جدا جدا مهمة كسابقاتها لكن تأتي في ظروف بعد تخليها أهم ظروف الوضع الغير مستقر حوالين منطقتنا منطقة دول مجلس التعاون منطقة ازدهار منطقة حكم رشيد منطقة استقرار سياسي لكن حوالين المنطقة صعبة فهذه القمة الآن هي لحماية دولنا والأيضا للقيام بدور إيجابي في إحلال الأمن والاستقرار في الدول المجاورة وركز إعلان الرياض بشكل معمق على كافة القضايا الخليجية الداخلية التي تعزز من العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية والقانونية ما يشكل لبنة جديدة لما تحقق من إنجازات وأساسا راسخا للمزيد من التقدم والاتحاد خادم الحرمين قدم رؤية مهمة تتعلق بالتنسيق المشترك تطوير العمل الخليجي التنسيق في المجال العسكري المجال الأمني الاقتصادي هذه بيكون لها أثر كبير في الفترة القادمة هذه في خلال السنتين القادمتين وسنبدأ العمل مباشرة بعد القمة حسب رؤية خادم الحرمين تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسب لها كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس مما سيسرع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى كما لم يغفى الإعلان الرياض القضايا الحاسمة والهامة في المنطقة مثل القضية الفلسطينية والملف اليمني والسوري وملف محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأكرت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أين كان مصدره وقد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن مؤكدة أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامع قمة حققت تطلعات وطموحات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المزيد من التكامل والتنسيق المشترك لكل ما فيه الخير والازدهار لخليجنا العربي الواحد باسمنا وباسم شعب مملكة البحرين نتشرف بدعوتكم لعقد الدورة المقبلة لمجلسنا الأعلى في بلدكم البحرين أوفت بوعدها قمة الرياض قمة أكدت أن تمكين البيت الداخلي هو الأساس لمواجهة الأخطار الخارجية وأن مسيرة العمل الخليجي المشترك ماضية في طريقها لكل ما فيه الخير والازدهار لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولا بما يحقق الأمن والاستقرار في العالم عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من قاعة المؤتمر بقصر الدرعية الرياض